قتلت ثلاث معلمات واصيبت ثلاث اخريات اصابات بليغة وكدنا تفقدنا حياتهم حدث ذلك في ظرف بضعة اسابيع في القنيطرة والبلدات القريبة منها اتسعت حالة الرعب التي تخيم على المعلمات في تلك المناطق لقد صار الان واضحا ان المعلمات لواتي تعيشن وحيدات مستهدفات قضت الخطة التي تقدم بها والي الامن ان يتم زرع عدد من مفتشات الشرطة والضابطات في عدد من المدارس التي يمكن ان تكون هدفا ذات مساء بينما كانت مفتشة الشرطة تغادر المدرسة التي زرعت بها اعترضت سبيلها امرأة من سياراتهم المموهة رأى المراقبون شابا ثلاثينيا يتوجه الى المنزل واجهت ولاية امن القنيطرة مسلسلا من اعمال القتل والاعتداء خلف ستة ضحايا كلهن معلمات قتلت ثلاث منهن واصيب ثلاث اخريات اصابات بليغة كدنا تفقدنا حياتهم تسلسلت تلك الاعتداءات على مدى شهر اكتوبر من العام عشر والفين اي في بدايات العام الدراسي ووقعت الجرائم في مدينة القنيطرة وفي سيدي يحيا وسيدي سليمان والمجرن وبالقصيري وسيدي قاسم في كل مرة يتم اختيار الضحايا من بين المعلمات ولذلك وهذا امر طبيعي سارت في تلك المناطق حالة من الخوف والهلع في صفوف المعلمات خاصة والنساء بصفة عامة وكثيرونهم الذين اضافوا الى الاخبار المتعلقة بتلك الجرائم تفاصيل من خيالهم ساهمت في تأجيج حالة الخوف وانتشارها على نطاق واسع الثالث عشر من اكتوبر من العام عشر والفين كان يوم اربعاء في ذلك اليوم لم تلتحق المعلمة فاطمة الدرابي بمدرستها كانت معلمة شابة في ربيعها الخامس والعشرين تنحدر منتازة وقد تم تعيينها قبل عامين في مدرسة سوق الاثنين بالقنيترا كانت تسكن وحيدة منزلا في حي ديورسانياك صباح ذلك الثالث عشر من اكتوبر من العام عشر والفين عثر على المعلمة فاطمة الدرابي مقتولة في منزلها كان جسمها النحيف يحمل آثار طعنات متعددة على مستوى الصدر والرقبة التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية مكنت من استقاء شهادات يستفاد منها ان المعلمة فاطمة شهدت للمرة الاخيرة مساء الثلاثاء التاسع من اكتوبر وهي تتحدث في باب المدرسة الى امرأة كانت تتوسل اليها ان تساعدها قال الشهود ان تلك المرأة التي لم تكن من نساء الحي قالت ان زوجها طردها من البيت بعدما ضربها وانها لا عائلة لها في القنيطرة وهي بحاجة الى من يأويها حتى تتدبر امرها رقت المعلمة لحال المرأة وقد عاينت اثار الضرب على اطرافها ووافقت ان تأويها فكرت ان المرأة ستؤمسها في وحدتها وستساعدها في اشغال البيت كذلك فكرت المعاينات التي قامت بها الشرطة القضائية والابحاث التي اجرتها تفيد بان المرأة الغريبة هاجمت معلمة في غرفتها بعد ان نامت وجهت اليها عدة طعنات بسكين قبل ان تستولي على ما كان في البيت من اشياء ثمينة وتختفي تاركة وراءها جثة هامدة تكسها الدماء وبينما كان المحققون يسعون الى الوصول الى القاتلة بعدما تم رفع البصمات التي تم اكتشافها في المنزل بعد بضعة ايام وقعت جريمة مماثلة هذه المرة في سيدي يحيا معلمة اخرى تعرضت للقتل كانت تعيش وحيدة قتلت هي الاخرى بعدة طعنات بسكين على مستوى الصدر لما حل المحققون بالمكان اكتشفوا ان الجريمة ارتكبت وفق سيناريو مماثل للجريمة التي ذهبت بحياة تلك المعلمة في مدينة القنيطرة وجاء فحص البصمات مؤكدا لفراضية كان الباحثون قد ادخلوها في الحساب المرأة التي اقترفت جريمة القتل في القنيطرة هي نفسها التي تقف وراء جريمة سيدي يحيا اتسعت حالة الرعب التي تخيم على المعلمات في تلك المناطق المحيطة بالقنيطرة لقد صار الان واضحا ان المعلمات تلوات تعشن وحيدات مستهدفات بعد ايام هي جريمة قتل ثالثة معلمة شابة قتلت وفق السيناريو نفسه في سيدي سليمان بدأ ان الرعب ينتقل بين بلدات ومراكز المنطقة تكررت الاعتداءات في المجران وفي سيدي علالتازي وفي بالقصير معلمات تعربن لمحاولة قتل واصبن اصابات خطيرة حين يتكرر الفعل الاجرامي في مدينة او اقليم ما فانه يتيح للاشاعة مجالا خصبا تنمو فيه وتكبر وتمتزج الحقيقة بالكذب وتكون النتيجة ان الساكنة تدخل دوامة من الخوف والرعب لن تهدأ الا بكشف المجرم او المجرمين ووضع حد لتحركاتهم في مناخ مشحون بالتوتر والرعب استنفر والي امن القنيطرة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى مصالحه بغرض العثور على المجرمة وعلى شركائها المحتملين الرهان الصعب يتعين الان اعادة الثقة الى المواطنين وطمأنتهم كان قطاع التعليم في اقليم القنيطرة قد تأثر بشكل ملحوظ وقد قرر والي الامن بالقنيطرة خطة تعتمد السعي الى نصب فخ تقع فيه المجرمة ومن معها كان يتعين وضع الشباك حول كل المدارس التي يفترض ان تكون هدفا قادما كانت الخطة تقتضي تعاون كل المصالح الاقليمية ولذلك انعقد في السادس والعشرين من اكتوبر اجتماع في مقر عمالة القنيطرة رأسه والي الجهة وحضره فضلا عن والي الامن بالقنيطرة مندوب وزارة التربية الوطنية ورؤساء مصالح اقليمية معنية بالموضوع في ظل ما حدث وفي ظل هذا الرعب المهيمن على المنطقة وعلى رجال ونساء التعليم خاصة كان طبيعيا ان يخيم على الاجتماع جو فيه الكثير من الحزم والعزم على الوصول الى الجنا قدت الخطة التي تقدم بها والي الامن ان يتم زرع عدد من مفاتيشات الشرطة في عدد من المدارس التي يمكن ان تكون هدفا في اختيار تلك الشرطيات تمت مراعاة اوصاف تلتقي عندها تلك المعلمات اللواتي تعرضن للقتل والاعتداء كن عازبات او مطلقات تعيشن وحيدات في مساكنهن وكن ذوات قامات تميل الى القصر ونحيفات تم اخبار المرشدين التربويين في المدارس التي شملتها الخطة وتم تنبيههم الى عدم التدخل في مهمة تلك الشرطيات اللواتي تتقمصن دور المعلمات مر اسبوعان على الشروع في تنفيذ الخطة الامنية دون ان يتم الوصول الى نتيجة كان التوتر يزداد حدة في اوساط رجال الامن وكانت الشائعات كالنار في الهاشيم تضخم الاحساس بالرعب الذي يعم اوساط نساء التعليم وذات مساء بينما كانت مفتيشة شرطة تغادر المدرسة التي زرعت بها في سيدقاسم متأبطة حقيبتها اعترضت سبيلها امرأة كان يبدو من ثيابها الرفة ومن اسارير وجهها المشدودة انها تواجه مشاكل كبرى كانت مصالح الامن قد اتخذت كل الاحتياطات وكانت ترجح ان يقع الاعتداء الجديد في سيدقاسم تم تزويد المفتيشات والضابطات تلوات تدبن للمهمة الصعبة باجهزة اتصال لاسلكية كما تم نصب مراكز الاتصال السريع في احياء المدينة كانت مراكز اتصال متنقلة على متن سيارات مموهة وكانت المفتيشات والضابطات قد تلقين تعليمات في جملتها ان لا تتسرعن في اصطحاب المرأة التي ستطلب استضافتها الى منزلهم كان على الواحدة منهم ان تتوجه الى اقرب سوق بدعوى شراء ما سيقدم في وجبة العشاء كانت تلك رسالة على اساسها ستتم المواكبة والمراقبة والتدخل استعتفت المرأة من حسبتها معلمة رجتها ان تأويها في بيتها لليلة واحدة حتى الصبح لانها تريد ان تلحق بعائلتها في مكناس تظاهرت المفتشة بالتردد ثم بعد ان اظهرت تأثرا بما تقوله المرأة وافقت على ان تصضيفها لليلة واحدة لم تقصد الى البيت مباشرة توجهت الى اقرب سوق لشراء ما ستقدمه للعشاء تلقى فريق المراقبة الاشارة واستنفر كل الطاقات كانت في البيت معدات للتنصت تتيح تتبع ما يدور من حديث او حركة بعد السويعات اوت المفتشة المعلمة الى فراشها بعد ان خصصت لضيفتها فراشا في غرفة مجاورة اطفئت الاضواء وعمل البيت الظلام بعد لحظات شاهد المراقبون وميض مصباح يدوي ولاحظ رجال الشرطة ان وميضا من الشارع المقابل اجاب على الاشارة تبين الان ان المرأة لا تتحرك بمفردها في غرفة النوم كانت المفتشة مستعدة لللحظة الحاسمة اقتحمت المرأة الباب وفي يدها سكين كبير وبسرعة تصدت لها مفتشة الشرطة وجردتها من سلاحها القت بها ارضا وصفدتها كممت ثمها بشريط لاسق ثم ابلغت فريق المراقبة والتدخل طلب العميد المشرف على العملية من المفتشة ان ترسل اشارة ضوئية من المصباح اليدوي الذي كان مع المرأة جاءت من الشارع اشارة رد من سياراتهم المموهة رأى المراقبون شابا ثلاثينيا يتوجه الى المنزل ولما هم باقتحام الغرفة فاجأته المفتشة القت به ارضا وصفدته تذكر احد المراقبين ذاك الشاب الذي كان يقتفي اثر المفتشة والمرأة الغريبة منذ ان التقيا سيق المجرمان الى مفواضية الشرطة حيث خضع لبحث معمق اعترفا بما اقترفاه من جرائم عقد والي الامن في القنيترة مؤتمرا صحفيا اعلن فيه تفاصيل القبض على قاتلة المعلمات وعلى صاحبه